بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بطلاب الصفة السادس اتدائي أرحب بكم أنا المعلمة إناس مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نستفتح اليوم منهج العلوم قبل أن أبدأ الدرس نستذكر ثوياً قوانين التعلم عن بعد التعلم عن بعد لا يقل أهمية عن التعلم الحضوري فكن حريصاً عليك الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق الجلسة الصحيحة مهمة لتجنب آلام الرقبة والكتفين والظهر قم بتجهيز الدفاتر والأقلام لتدوين الملاحظات مع المعلمة عنوان الدرس الأول في منهج العلوم للصفة السادس من المرحلة الابتدائية في برامج التربية الفكرية بعنوان مفهوم التكاثر عنوان درسي مفهوم التكاثر أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على مفهوم التكاثر الأهداف التعليمية للدرس أن يذكر الطالب تعريف التكاثر أن يعدد الطالب والطالبة الكائنات التي تتكاثر أن يصنف الطالب والطالبة الكائنات الحية التي تلت والكائنات التي تبيض نستمع مع المعلمة إلى القصة ذهب خالد إلى النوم عندما قام بغلق الستارة لفت نظره وجود عش صغير يوجد في العش عصفور فرح خالد بوجود العصفور ثم نام عندما استيقظ خالد من النوم فتح النافذة ليرى العصفور لم يجد العصفور ولكنه وجد بيض فكر خالد أين ذهب العصفور سأل والده والدي لقد كان عندي بالأمس عصفور اليوم استيقظت من النوم ولم أجد العصفور وجدت في عشه بيض قال والده لقد ذهب العصفور ليجلب الطعام إلى صغاره قال خالد أين صغاره ذهب إلى الشباك فوجد أن البيض تفتح وخرجت العصفير جاء العصفور ليطعم صغاره ذهب خالد إلى والده وقال والدي لقد تحول البيض إلى عصفير قال له والده نعم يا بني هذه عملية التكاثر بدلا من أن يصبح عصفورا واحدا أصبح ثلاثة عصافير أصبحت العصافير كثيرة نتعرف على تعريف التكاثر التكاثر هو عملية تقوم بها الكائنات الحية وتعني زيادة العدد للبقاء على قيد الحياة قلنا أن خالد رأى عصفور في الليل عصفور واحد وعندما استيقظ من الصباح رأى ثلاثة عصافير هذه العملية تسمى يا طلاب الصفف السادس التكاثر ما معنى التكاثر؟ من يعرف التكاثر للمعلمة؟ التكاثر هو عملية تقوم بها الكائنات الحية وتعني زيادة العدد للبقاء على قيد الحياة ما هي الكائنات الحية التي تتكاثر؟ الإنسان يتكاثر الحيوان يتكاثر والنباتات تتكاثر طلابي عندما أضع كتبي داخل الحقيبة هل تتكاثر؟ لا هي نفس الكتب التي وضعتها أجدها لماذا؟ لأن الكتب كائنات غير حية الكائنات الحية التي تتكاثر هي الإنسان والحيوان والنباتات ما هي الكائنات الحية التي تتكاثر؟ الإنسان والحيوان والنباتات كيف تتكاثر المخلوقات الحية؟ كيف تتكاثر المخلوقات الحية؟ ما هي طرق تكاثر المخلوقات الحية؟ تحمل الأم جنينها داخل بطنها ثم تذهب إلى المستشفى وتلده إذن الطريقة الأولى للتكاثر هي الولادة تلد الأم صغارها الكائن الحي الإنسان يتكاثر عن طريق الولادة الأم تلد صغارها الحيوانات قد تتكاثر عن طريق الولادة وعن طريق البيض من الحيوانات التي تتكاثر بالولادة البقرة تضع البقرة صغيرها أيضاً الجمل انظروا إلى بطن الجمل يوجد فيه جمل صغير انظروا ولد الجمل أيضاً الأرنب يلد صغارها والأسد يلد صغارها هل تلد الدجاجة؟ لا الدجاجة تبيض الثعبان يبيض والحمام يبيض والتمساح يبيض إذن ما هي طرق تكاثر المخلوقات الحية؟ الإنسان يتكاثر عن طريق الحمل والولادة الحيوانات بعضها تتكاثر عن طريق الحمل والولادة مثل البقر والأرنب والقطة والبعض الآخر مثل ما ذكرنا في بداية الدرس يبيض مثل قصة خالد من الحيوانات التي تبيض الدجاج والثعبان والحمام والتمساح تتكاثر النباتات كيف تتكاثر النباتات؟ النباتات تنتج ثمارا النباتات تنتج ثمارا هذه الشجرة تتكاثر توجد بها ثمار الليمون النخلة تنتج التمور هذه الشجرة أنتجت الورود ما هي المخلوقات التي تتكاثر؟ أحسنتم الإنسان والحيوان والنبات أحضر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة أحضر الكتاب المدرسي النشاط الأول ضع دائرة حول المخلوقات التي تتكاثر في الصورة الأولى الإنسان عندي عائلة فيها أب وأم وثلاثة أبناء إذن الإنسان يتكاثر في الصورة الثانية ظفدع هل الظفدع من الكائنات الحية؟ نعم الظفدع من الكائنات الحية من فئة الحيوانات يتكاثر في الصورة الثالثة فيل هل تتكاثر الفيلة؟ نعم الفيل من الكائنات الحية الحيوان هو يتكاثر في الصورة الرابعة صورة دباب هل هو من الكائنات الحية؟ لا إذن لا يتكاثر في الصورة الخامسة دجاج هل يتكاثر الدجاج؟ نعم الدجاج من الكائنات الحية الحيوان إذن هو يتكاثر في الصورة الأخيرة النخيل هل يتكاثر النخيل؟ نعم فهو من الكائنات الحية من النباتات ما هي المخلوقات التي تتكاثر؟ الإنسان والحيوان والنبات نشاط اثنين صل كل صورة أسفل الصندوق بما يناسبها من الصور التي تمثل التكاثر عند المخلوقات الحية تمثل التكاثر عند المخلوقات الحية الإنسان كيف يتكاثر؟ أين هي الصورة التي تشير إلى تكاثر الإنسان؟ هل هو نبات البصل؟ أم النمر؟ أم الطفل؟ أم العصفور؟ أحسنتم الإنسان يتكاثر؟ يكون حينما يولد طفلا صغير في الصورة الثانية عندي أسد أين هو صغير الأسد؟ أين هو صغير الأسد يا طلاب الصف السادس؟ أحسنتم هذه الصورة تشير إلى تكاثر الأسد في الصورة الثالثة تكاثر الدجاج كيف يتكاثر الدجاج؟ أين صغير الدجاج؟ ممتازين هذا هو صغير الدجاج في الصورة الأخيرة نبات البصل أين هو ثمار البصل؟ أحسنتم هذا هو تكاثر نبات البصل ممتازين ذكرنا اليوم أن التكاثر هي عملية تقوم بها الكائنات الحية من أجل زيادة العدد للبقاء على قيد الحياة ما هي الكائنات الحية التي تتكاثر؟ تتكاثر الإنسان، الحيوان، النبات كيف تتكاثر الكائنات الحية يا طلابي؟ تتكاثر عن طريق الحمل والولادة يتكاثر الإنسان عن طريق الحمل والولادة تتكاثر الحيوانات بطريقتين إما الحمل والولادة أو التبيئ تتكاثر النباتات عن طريق السمار في نهاية الدرس لدي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار دروس مادة العلوم من خلال قنوات البصلة التلفزيونية عين مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولاً بأول خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من أحصص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية درس التكاثر كانت معكم المعلمة إناس سمطيري دمتم بحبط الله شكرا للمشاهدة دمت بحبط الله